السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايب قلبي دمتم بخير دايما يا رب نهاردة بقنام معاكم كبدة بالبصل بطريقة بصو سهلة جدا وجميلة وجديدة يعني بطريقة حلوة جدا والله هتعجبكو جدا جدا جربيها وهتدعيلي بس خش الفيديو بقى كده واول حاجة تعمليها تعملي لايك وتعملي الاشتراك في القناة لو انت لسا مش مشتركة وتعليق منك حلوة كده يشجعني وان شاء الله الوصفة دي هتعجبك جدا هنخش عطل فقا في المقادير مقادير سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش اي افتكاسات بصوا حبايب طبعا دي كبدة كمية للكبدة زي ما قلت لكم معنا قد للناس اللي انت هتأكليهم او كده دي كبدة بلدي وطبعا ايه هتقطعها الزغيرة وهتقول للجزدار او المكان انت بتجيب منه يديك ايه دهنة او اي حاجة بتخلط عموها جميل جدا اه طبعا ده بصل كمية البصل زي ما انت عايزة لان هعملها بالبصل طبعا يا حباب قلبي طبعا احنا عارفين ان الكبدة ما بتتغسلش طب انت لو شك ان انت عايز تغسليها او مكان ايه دي حد او كده فانت هتحط معلقة خل كبيرة ماشي على الكبدة تحطها في الاول في مصفة مصفة وبعد كده تحط الكبدة في مصفة وبعد كده تحط عليها معلقة خل كبيرة ومعلقة وعصرة نص لامونة دوت هيتجنب البكتيريا او اي حاجة وحشة او او انت شكة في نظافتها او كده وبرضه تستفدي من ايه من الكبدة وكده لان الكبدة بتتغسلش عشان خطر ما تبصه كده هقلبها بقى كويس وايه وهحط عليها معلقة طوم كبيرة اه صراحة يعني الكبدة بتحب الطوم يعني انت لو تعمل كبدة اسكندراني فها بتقطر الطوم والفلفل الاخضر وكمون وملح بس دي كبدة اسكندراني اما انا بقى هعمل كبدة ببصل انا حط معلقة الطوم الكبيرة وحط عليها معلقة كمون وكمان رشة ملح ديت يعني دي كده مقادير الكبدة الاسكندراني هتشوحيها على كده مش هتاخد دقيقتين على النار وخلص كل كبدة احلى كبدة اسكندراني بالمقادير دي بس انت بقى تعملها بقى بكبدة ببصل زي ما انا هعملها دلوقتي اعملوا الطريقة بتاحت دي وهتدعيلي ان شاء الله كده هركنها بس دقيقة واحدة بس هركنها دقيقة واحدة بس وهاجي البصل وطبعا الفلفل ده حراء فانا هركنه برضو شوية لاني مش هستعملوا اللي في الاخير وهنا البصل كمية البصل عندي هحط عليها رشة تمالح ومعلاقة فلفل زغيرة وهمسكها ايه اعملهم في بعض او اتعاكهم كده في بعض عشان خاطر بس ايه الفلفل والملح وبالبصل يجنسوا مع بعض جامل وهركنهم برضو دقيقة وهروح بقى ايه حبيب على النار هنا هسخن طوصة دي كويس قوي وهنزل عليها بالفلف بالبصل اللي انا اتعاكته بالفلفل والملح وهحطه بقى ايه تشوح بس مش على نار عالية قوي يعني النار وسط ويعني اعلى من وسط اعلى من الوسط شوية يعني تمام فهسيبها بقى على النار وهاجي طبعا في طوصة تانية تكون غويتة كده وفيها زيت كمية زيت حلوة وهنزل بالكبدة اللي انا تبلتها على النار تكون بس الزيت كمية حلوة وصخن بس زي ما انتم شايفين كده بيغلي يعني اول ما حدثه بيغلي دوت من اصرار الكبدة يعني انها ما تنزلش مية ويبقى تعمها حلو لازم ان تاخد الصدمة دي تمامي حبيبي كده طيما ايه الكبدة احطاها على النار وازمان طيبها واشوحها وطبعا ايه عيني على البصل اللي على النار جنبي كده هقلبها بس برها عشان خطي بس متنهاراش منك وهبص عليها بقى ايه زي ما انتم شايفين كده هو وهسيبها بقى ايه تغلي بقى مع نفسيها وتعمل مع نفسيها وهنا برضو حبيب قلب البصل هوت بيتكرمل مع نفسه خالص ليه بعمل الطريقة دي بسو الطريقة دي بتخلي طعم الكبدة والبصل اقسم بالله تاكل البصل وهتسيب الكبدة بيبقى طعمها طحفة الكبدة دي الطريقة دي طعمها جميل جدا 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 تعجبك ان شاء الله احسن ما تعمل الكبدة كمان من غير البصل ايه طبعا انا بحطواش اضافات كتير مثلا بوهرات او اي حاجة كتير لان بحب اكل الكبدة يعني كده ايه من غير بوهرات اهوة البصل اهوة يا حباية بقلبي انا حطاها على النار زي ما قلتت لكم على نار اعلى من الوسط شوية اه وزي بايت اه يتكرمل مع بعضه بس انا مش هحمره ما فيهوش اصلا زيت ما فيهوش اي مادة دهنية انا حطاها من غير اي مادة دهنية اسيبه بس يدبل خالص وحس ان هو دبل ويدخل في السوى هنزل بيه ان شاء الله على الكبدة وهتشوف دلوقتي معيه الطريقة التانية طبعا فيه كده طريقة اللي عمل الكبدة براحتك خالص اللي انت عايزها عالتك الكبدة كده انا خلاص يعني اعتبر الكبدة كده استود عالتك لها كده خلاص حط عليها الفلفل الحامي لو بتحب الفلفل الحامي لو مش بتحب الفلفل الحامي حط فلفل اللي هو الرومي او اللي هو الاخضر العادي اللي هو البارد بس احنا طبعا الكبدة بتحب الفلفل الحامي فلازما ايه تحطت لها فلفل الحامي بطعامها احلى احيان. هنا بقى ايه خلاص الكبدة دخلت في السوا وكمان البصل دخل في السوا. فانا هوت على البصل بس كمان شوية هوت عليه بقى شمعة وسيبه شوية كمان. وهنا الكبدة انا بقلبها. طابط اصلا يعتبر طابط ما عادش فيها حاجة. اه وكده تكليها خلاص على كده كمان. اه طبعا انا مهوت عليها شوية وهوت كمان على البصلة. اه عشان خاطر بس ما تنحرقش منك اه وانت وقفة ولا اي حاجة ما تخدش بالك او كده. طبعا يا حبيب يا جاي نصلي على النبي كده الاول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اه طبعا يا حبيب قلبي ايه كده الاكل خلاص يعتبر خلص. بس فيه تكاة كمان اه تعمليها تعجبك خالص ويخليك طبق الكبدة تكليه اه مختلف وجديد مع انك بتعمليه على طول بس بالتكاة دي هتخليه مختلف على طول. هنا بقى خلاص الكبدة طابت ودي حبيبي مش مية دية الدهون والزيت اللي ايه من الكبدة. احط بقى الكمية البصل دي. وشكل عامل ازاي بوريكو شكله تحفة. والله العظيم تحفة كده وريحته كان جميلة جدا. اتمنى تجربوها طبعا وهيعجبكو بازن الله. حط بس كل الكمية البصل وهقلب بقى تقليبة. وهنزل بالفلفل الحامل وخلاص كده ايه? يعتبر الاكلة خلصة. اتمنى طبعا يا حبيب قلبي تتابعيني اكتر وان شاء الله هتشوفي مني الجديد. اه وانا بس اشوحها بس شويها. معها يعني يعني ياخدوا من طعم بعض. وطبعا لازم يعني تسيبوهم شوية على النار يعني نص دقيقة كده ولا حاجة بحس ان هما بس ياخدوا من طعم بعض ويندمجوا مع بعض. اه كده خلاص يعني اقلم نص دقيقة كمان انا نزلت بقى بالفلفل الحامل وطبعا ده اختياري مش حباب راحتك خالص. اهوت. بقلبهم بقى كويس قوي. حطوا بقى لايك يا حبيب قلبي للفيديو لو عجبك وظيل عظيم طبق الكبد ده هيعجبكم جدا 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 ومختلف وجديد وان شاء الله هيعجبك. اهو بس من قريب بقى الكبد عاملة ازاي? تحس ان كل حاجة لوحدها مش حاجة ما فيش حاجة مهرية او دايبة في التانية يعني البصل تحس ان هو شكله باين بس كان طيب وكان طعمه جميل جدا. انا بقى جبت اي طبق بقى هتقدمي فيه. واتقدم بقى ايه الاكل بتاعي. بصي حبيبي المنزر والله عظيم المنزر تحفة تحفة كده. وكمان طعمه خرافة يعني. والفلفل الاخدر تحس ان هو ليسه زليم زي ما هو والبصل زي ما هو فيه شكل حلو وفيه طعم حلو هتحس حاجة مختلفة ما فيش حاجة دايبة من كتر الطيب ولا اي حاجة. هنزل بقى ايه بقى ايه عايزة بقى زبط الطبق وزوقه بقى اي حاجة عندك موجودة في البيت اي موجود ممكن تحط بقى دونس لو عندك وتوش رشد بقى دونس ممكن بقى ايه اهو انا هحط بصل ايه اللي موجودة عندك عميقية فهنحط بصل عشان هنحب نغمس البصل مع الكبده وكده البصل دوت او الاخدر اللي موجود وهنحط بقى ايه كمان ارنفلفل. وحط بقى ايه القرنفلفل طبعا اللمونة عشان خاطر الكبده بتحب اللمونة ودمتم بخير دايما يا رب وان شاء الله وصفات جاية كتير هنعملوها مع بعض وكانتنا تكبر بيكم باذن الله ربنا يا دبي دومكم نعمة علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة